السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبابي سنة ربعة ابتدائي معتكم النهاردة مع لسون وان اللي هو خاص بالديجستيف سيستيم اللي هو الجهاز الهضمي هنشوف كلا بعض اجزاء الجسم اللي بمشي فيها الاكل بيبتدي منين ويروح فين واخر حاجة بيوصل فين وهكذا فنبدأ مع بعض بعد الفاصل طيب زي ما قلتلكم هنشوف في الدرس ده ان شاء الله الاكل بيمشي ازاي يعني الجهاز الهضمي ازاي الاكل بيدخل جسمنا وبعدين بيتهدم فين وبيعود قد ايه والمدة دي كلها طمام متهمنش بالتفصيل لكن اهم حاجة نعرف ايه ايه هو الديجستيف سيستيم تمام طمام بداية خالص في عندنا الماوس الماوس رو الاكل انت بتدخله فين في الماوس ما تقولش الماوس الماوس ده الفار يبقى انت عندك فار يبقى انت بتاكل بالفار ما انفعش اقولها ايه ماوس ماوس الفم تمام ده اول حاجة طبعا نجيب لك يعني ايه واحدة لسه واكلة كاتشوب تقريبا او حاجة يعني طيب بينزل عطول من الفم كده لو بصيت كده جوة جسمك هتلاقي ايه فيه حاجة اسمها السوفاجس السوفاجس اللي هو المريء حاجة كده طويلة من ايه من اول الفم الغايد ما توصل لتحت كده دي الحتة دي اسمها ايه السوفاجس تمام بيعدي برضو الاكلة على الليفر الليفر اللي هو الكبد طبعا ايه انت عارف الكبدة اللي لو بتحب الكبدة تبع عارف شكلها قبل ايه بابا ما يقطعها يعني اسمها ايه ها الليفر الليفر اللي هو ايه الكبد وبعدين فيه برضو لازم بيدخل زي ما قلنا بعد ما يعدي على السوفاجس بيعدي على ايه ينزل على السطمك السطمك اللي هي نطقين ممكن السطمك او سطمك سطمك اللي تنصح STOMACH دي المعيدة طيب بعد كده بيعدي على LARGE INTESTINS لأمعاء الغريزة بس في الاول إليه اهمد على الأمعاء الضقيقة وبعدين بيعدي على LARGE INTESTINS يعني الائنسته نفسها ثابتة لأمعاء لكن عندنا كمية اهمد العماء الضقيقة او نقول الصغيرة يعني واللارج اللي هي ايه العريضة او الغليظة تمام كده يبقى عندنا small intestine و large intestine تمام طيب هو عندنا طبعا الجسم كله اسم ايه body body طبعا بالامريكان بيقولها ايه body body مفتوحة كده واحنا في مصر بنقولها كده body لكن هي ايه body لا هي مفتوحة ولا هي مقفولة مقولش body ينفعش body ولا ينفع body ده بالامريكان body صح لكن هنا ايه بالبريتش اللي احنا ننطقه ولا ايه body اللي هي دي ولا هي دي طيب الاسنان عندنا ايه teeth teeth نفس الكلام ايه لازم انطق تي اتش ما نفعش اقول ايه teeth ايه دي teeth ديت ما لهاش معنى فقول ايه ها teeth teeth اللي هي ايه الاسنان تمام اللي بعده طبعا ديت كلمة الاساسية والمهمة other vocabulary اللي هي المهمة هنا عندنا fats fats اللهون fats fats دهون عندنا water الواتر هي المية طبعا بالامريكا ما بتتنطقش التى خالص تقول ايه water water طبعا احنا نمشي ايه بريتش فنقول ايه water water ماشي مش ووتر ووتر دي ايه في الشارع دات ايه يقولك ووتر مش ووتر خالص هي water water ماشي salt salt اللي هو الملح مقولش salt ها صلت ملت لا بنقولها ايه salt salt اللي هو الملح remove remove يزيل يشيل حاجة يمسح حاجة انت عندك اللي هو في ايدك اللي هو corrector اسمه ايه اصلا remover pen remover pen يعني ايه قلم مزيل وحتى في الدولة العربية كلها بيقولوا عليه ايه مزيل ما بيقولش عليه corrector احنا في مصر يقولها ايه corrector اسمه ايه remove يزيل يشيل حاجة يعني remove remove طيب الفعالة نفسه اللي احنا بيهمنا كيمة digest دايجاست يهضم او ديجاست اللي بتنصح دايجاست يهضم او ديجاست تمام بعدها عندنا كيمة chew زي اللي بيعتص كده يقولك ايه ها يمضغ وازاك عندك اللبان لما تيجي تبص على اللبان يا بنت طبعا مش يا ولد لان الولد ما بيمضغش البان فبتلاقي كيمة ايه chewing gum هتلاقي كده يعني ايه حاجة للمضغ يعني بقى chew chew يمضغ الطعم طبعا liquid liquid سائل حاجة ايه سائلة حاجة مش صلبة يعني مش ناشفة لأ حاجة ايه في شكل زي المية زي اللبان اسمه ايه liquid liquid ماشي nutrients nutrients عناصر غزائية اللي احنا مقولها يعني احنا اقول لسه لين كيمة ايه fat ده عنصر غزائي salt عنصر غزائي حنشوف دلوقتي برضو بقية ايه الحاجات nutrients nutrients ماشي need need يحتاج need gastric juice gastric juice عصارة المعدة يعني الاكل ما بينزل في المعدة بتنزل عصارة حاجة ايه اللي هي بتساعد على الهضب اسمها ايه gastric juice gastric juice انت طبعا عارف كيمة juice عارف ليه ايه عصير فانا اقول لها ايه gastric gastric juice تمام كده ده خش على الافعال اللي هنا عندنا فيه برضو زي ما اخدنا المرة فاتت present اللي هو الحاضر يعني الفعل اللي بيحصل كل يوم ومعتدين عليه والفعل هو حصل مرة واحدة فيه past اللي هو الماضي عندك ايمة drink drink ها يشرب عارفينها طبعا كلكم drink يشرب ها لكن drink drink شربة ها في الماضي drink ماشي take take يأخذ برضو ايه دي في المضارع لكن الماضي بتاع ايه took took مقولش توك اقول لها ايه took يبقى drink drank take took تمام كده وهنا برضو زي ما اخدنا فيه اللي اللي فات اللي هي بتاع عبيرات اللي هي بتبقى جمل بنحفظها كده عشان تضيف معلومات لنا وتخلي الحصيلة بتاعت الانجليزة عندنا ايه عالية كل مرة ما اجي احفظ لي مثلا تلات اربع كده يبقى انا مع اخر السنة حيبصها ليه عندي ايه فوق الميت مثلا يبقى انا بكلم اجليزة هو كويس تمام كده طيب اول حاجة اقول لك ايه go from casa to casa يعني ايه يذهب من المكان ده الى المكان ده تاني ها go from مسلا school to home مسلا ها او go from the house to school يبقى بذهب من كذا الى كذا تمام ده اول تعبير go from casa to casa سهلا هي هي move move from casa to casa تاني ايه نفس المعنى go او move ينتقل يتحرك يمشي يروح من كذا الى كذا نفس الايه نفس المعنى بقى go from او move from هي هي طيب take out يخرج مش يخرج خد بالك take out يخرج انت مسلا معك ايه بسكوت او صندوش مسلا في الشنطة بتاعته فانت تسامل ايه ها ساعات مسلا مسي تقول ايه ها take out your lunch مسلا طلعوا ايه lunch بتاعك يبقى take out من الشنطة take out from ايه from the bag او bag bag طيب go down go down ينزل كان هو مسلا في حتة عالية شوية فنزل تحت فاهم مسلا واقف فوق الروسيف هي بننزل ها go down اه ركب مسلا على العجل ها go down يبقى ينزل من حاجة هو ايه ها مرتقي لها او ايه عالية شوية بقى go from to كذا كذا هي هي move from وهي take out اللي هو يخرج وgo down ينزل من حاجة عالية طيب science lesson هنا اللي هو ايه درس علمي يعني ايه درس علمي هنتكلم على الهضم وكيفية الهضم فهنا العنوان نفسه ايه the digestive system انت اكده بالراحة عشان تتعاود عليها البس مع طالبة كتير ومنهم بنت يعني بتاخد مدرات ما ايه تنتقصها the digestive system او digestive system لكن صح the digestive system او the digestive system انت اللي عاجبك الجهاز الهاضم ايه بقى الجهاز الهاضم يقال لك ايه the digestive system بيعمل ايه digests what we eat and drink digest بيهضم احنا قلنا ال digester جاى من كمة digest digests يهضم what we eat ما نأكله and drink وما نشربه تمام بوس يا سيدي هنا مسلا عندك هو جايب هنا ايه تشريح بتاع بداية الجسم محيطة بس خاصة بال digestive system بداية الخالص في حاجة اسمها the oral cavity ما تهمكش اوي the oral cavity المكان هو ايه الخيشوم ده بيبقى فاضي حتة فاضية ما ناجرع بيها نتكلم على tongue tongue اللي هو مش tongue هيسمه ايه tongue tongue اللي هو اللسان يبقى ايه ده اللي طبعا بيحرك الاخلي منه شمال وفوقه تحت ماشي ده ايه tongue احنا قلنا هنا ايه طبعا احنا عرفين mouth احنا قلنا عليه اللي هو اول حاجة في ال digestive system طيب هنا عندك اللي هو ايه المريء قناة كده ايه طويلة الاكل بينزل فيها تحت ماشي يوصل بجاية ايه المعدة اللي هي ايه الاستمك ماشي تمام بيدخل هنا على الاستمك اللي احنا قلنا عليه اللي هي ايه المعدة طبعا هنا ايه جايبك للمعدة كانها مليانة يعني فطبع المرحوظ مرحوظات ما يوصلش المرحلة ديت وعلى جنب طبعا فيه الليفر احنا قلنا الليفر جزء من اا نظام الهضم بتاع الاكل وفيه الجول بلادر بردو ديها يعني هي طبعا اسمه اللي هي المرارة بس مش هنتكلم عليها دلوقتي المهم الحاجات الاساسية اللي احنا بس نتكلم عليها في عندك اللارج انتستن اللي احنا قلنا عليها الامعاء الغليظة وسمال انتستن اللي هي الامعاء الدقيقة والابانديكس اللي هي اللي احنا نسميها ايه الزايدة ابانديكس وبعدين طبعا ايه بقيت الامعاء للاخر تمام كده ده بنسبة ليه اللي هو شكل الجهاز الهضمي وطبعا تفصيله والشوق ده انا بتاعته هنشوفها دلوقتي اللي هي ازاي باقي السيدي بيقولك مراحل الفود دايجيشن اللي هو ايه مراحل هضم الطعام ايه هي قال لك اول حاجة نضع فود الطعام اوار ماوس بناكل اول حاجة بتحط اللي هو معطول ايه فيه فمك تمام دي اول حاجة طيب اتنين وي تشو فود ويذ اوار تيث وي تشو يبقى احنا قلنا كلمة ايه بوت يضع هنا ايه تشو يمضغ بنعمل ايه بنمضغ اتصعام بايه هن اوار تيث بي هنا كلمة ويذ بي بي اول ايه تيث هنا اين في حروف الجر مهمة طبعا باسنانة تمام التالتة فود جوز داون احنا قلنا جوز داون هو كان فوق ونزل تحت فالطعام طبعا ايه جايه من فوق يبقى بينزل الى الاستوفاقس اللي هي الايه قلنا المريء فالك the estوفاقس goes from mouth to the stomach زي ما احنا شوفنا في الصورة هي موجودة من ايه موجودة اولها في الفم وبتوصل الى المعدة تمام رقم اربعة او number four the food arrives الطعم بيصل in the stomach in the stomach في الايه في المعدة الطعم بيصل ليه ايه المعدة زي ما احنا قلنا رقم خمسة in the stomach the food mixes mixes يختلط الطعم طعم بينزل المادة انت مسلا بتاكل مسلا لحمة وبتاكل رز وبتاكل سلطة وعليهم كبات شربة وكباتة موكر دا بينزل فين كله بينزل في المادة كله بينزل في الصمك وبعدين بيعمل ايه ميكسز بيختلط with the gastric بالايه بالجوز اللي احنا قلنا عليه ايه العصارة المعدية يبقى الاكل اول ما ينزل تحس ان هو ايه في حمام نزل عليك اللي هو ايه العصارة ايه المعدة عشان تعمل ايه بقى الاكل دا هنا دا جامد ودا ناشف ودا طاري ودا مش عارف ايه العصارة المعدة بتعمل ايه بتخلطهم ببعض وتبتد ان ايه ايه number six the liquid changes السائل بيحول بيغير الفود into energy بيحول الطعام اللي انت بتاكل دا الى طاقة and nutrients ومواد غزائية يستفيد منها الجسم يعني ايه انت حضرتك مثلا بتاكل اللحمة عشان ايه عشان اللحمة حلوة لأ طب انت بتاكل صلطة عشان ايه الصلطة جميلة لأ انت بتاخد عشان تاخد حاجتين منها اللي هو ايه الانرجي الطاقة طاقة يعني ايه انت مسلا ما تيجي تقوم عايز تلعب كورة مسلا او عايز تجري مسلا او عايز تركب عجل بتعمل ايه بتقوم بطاقة كده بتقوم بحيوية بحماس طب انت لو مش واكل ما احنا بنقول دايما كده ايه اللي مش واكل متغزي كويس مش هيرف يلعب حيجري يتنطط يروح ييجي لا مش هيقدر طبع فبالتالي انت محتاج الطاقة الطاقة تجيبها منين من الاكل فالمعدة بتروح من الزلل هي الجاستريك جوس وتحولها الى طاقة دي اول حاجة الحاجة التانية تحولها المواد الجزائية حنشوف الايه الخطوة ديت المواد الجزائية ايه فقال لك هنا we need the energy محتاجين الطاقة دي والنيوتريانتس المواد الجزائية in our body محتاجينها الايه ليه اكسامنا تمام رقم سبعة او number seven food moves from احنا قلنا عليها كمية موز فروم ينتقل من الطعم بينطاقل من ايه بقى احنا اخر حاجة وصلنا ليه الاسطمك مش كده الى to the small intestine الى طبعا الكلام ده مش مسلا في لحظة مش فجأة تلاقي مسلا الاكل نزل من هنا نزل هنا ليه الدنيا فاضية جهوة لا بتحصل ايه فترة طويلة يعني مسلا في المعدة الاكل بيقعد ست ساعات ست ساعات يبقى ايه بياخد طبعا مدة الدنيا مش ايه مش سهلة كده فهتحس دايما بطنك لسه مليانة طب مليانة من ايه ما هي قاعدة في المعدة لسه مامشيش يعني المهم بعد ما يمشي من الاسطمك بيروح فين الى small intestine الى الامعاء الدقيقة number 8 عندنا the food بقى هو اخر حاجة في الامعاء الدقيقة moves from بينطاقل من the small intestine الى امعاء الدقيقة يسحب المياه and salt والملح from food من الطعام for the body للجسم and removes waste ويزيل يمشي الفضلات الفضلات يعني انت مثلا كمية الاكل اللي هي موجودة في الطعام في جسمك فيها نسبة معينة مثلا من الدهون والاملاح طب ايه في مثلا تزود تقوي في الملح يروح هنا ايه حاصل ايه الزيادات بتاع الجسمك ده تروح ايه الجسم بتاع يمشيها اللي احنا مثلا بتعمل ايه بتروح بقى الحمام خلاص ما انت كده الاكل خلص اللي انت جسمك استفاد منه خلاص استفاد منه وخد اللي هو عاوزه طب اللي فضل ده يروح فين مش هيفضل في جسمك هيئزيك فبالتالي بيحصل ايه بيحصل عملية الاخراج وبنروح الحمام وانا تخلص منه تمام كده فهنا بيقولك ايه the large intestine العمعاء الغريضة is around the small intestine هي بتحيط حوالين موجودة حوالين الايه الامعاء الضقيقة يعني الامعاء الضقيقة في النص وحواليها الايه large intestine تمام كده ده هي ايه المرحلة او الرحلة بتاعت ايه الاكل بتاعها تمام يا سيدي حلو كده جايت هذا الوقت بيقولك هنا ايه نخش على ال grammar القواعد هنا the present simple tense المثل هو زمن المضارع البسيط ايه زمن المضارع البسيط لازم تفهم اول عجلك الزمن دايمان يعني ايه انا مثلا ماجأ اقولك جملة معينة اقولها لازم في زمن يعني متتقالش جملة كده في اللا زمن ما في عالي الزمن لاerca ليعني ايه زمن يعني وقت ايه مثلا ماجأ اقول كي انا بأكل محشي كل جمعة الف tangent ايه هل هو فعل مضارع ولاماضي ولا مستقبل ولا ايه بالزبط يعني بيحصل دايما على طول او لان بقول لك كل جمعة طب ولا حصل مرة وخلصت يعني اقول ايه انا اكلت الاسبوع اللي فات محشي مثلا اكلت ديت تعتبر ايه مش مضارع تعتبر ماضي طب مثلا بقولك ايه الجمعة جاية ان شاء الله حاكل حاكل محشي دي ايه يبقى مستقبل يبقى انا باتكلمش على ايه لا ماضي ولا مستقبل باتكلم على مضارع يعني فعل ايه اهو فعل يستخدم للتعبير عن عادات حاجة متعود تعملها كل يوم كل شهر كل اسبوع كل دقيقة كل ساعة يعني فعل ايه بيعبر عن عادة مثال انا بصحاء الساعة ستة اه بتوضل الساعة سبعة اه بنام الساعة تسعة بروح مدسة الساعة سبعة ونص اه بزور عمي وخالي يوم الجمعة دي عادات بسميها ايه عادة فنقول المضارع بسيط بيعبر عن اول حاجة ايه ها عادة وحاجة تانية تكرار انا بقولك انا كل جمعة باكل كزا ها يبقى ده بيتكرر انا كل يومين بروح النادي انا بعد من برجع لمدسة عندي درس ده كل اسمه ايه ها فعل عادة او فعل ايه متكرر وبيتكلم برضو عن ايه حقائق لان الحقائق دايما ايه لا تتغير يبقى كده بنتكلم على الافعال ايه لا يتغير شكلها لا تتغير خالص يبقى انا باتكلم على ايه التلات حاجات عادات ها تكرار وحقائق فقالك ايه شكل الفعل فاكر الفاعل اللي احنا قلنا عليه من شوية يعني قلنا كامل درينك وقلنا درانك وقلنا ايت وقلنا موف لحاجات تكلها ايه بنسميها ايه افعال او فقالك الفاعل يعني احمد ومحمد وعلي وعب عزيز وانا وانت واي حد اسمه ايه فاعل بتحطه فين بتحطه في المصدر المصدر دايما يعني ايه يعني فاعل بدون اضافة لا فيه ing ولا فيه ed ولا فيه اشعار في ايه مفوش حاجة خالص الفاعل في المصدر او بتحط رؤس يعني الفاعل اما زي ما هو كده مثلا اقول ايت او ايت have او has play او plays وهكذا يبقى الفاعل دايما في المدرع ايه يبقى باصله او بتحط له ايه بتحط له اس تمام فانت بتقولي يا مستر يعني انا حط اس ما حطش اس انا حر احطها لأي حاجة لا بص كده للجدول الاسيدي بيقولك لو جي معاك في الجملة اي او وي او يو او زي او اسم جامع تاني اي انا وي نحن يو انت او انتم زي هم او هن اسم جامع يعني ايه اسم جامع مثلا متقولش مثلا ايه ولد لا تقول اولاد يعني بدل boy تبقى boys بدلتل مثلا ايه man تبقى من من رجل من رجال ماشي مثلا بتقول مثلا ايه the class الكلاص والفاصل بدلتل اسم ايه اسم جامع وهكذا يبقى حاجة من الخمسة دول لو جي معاها الفعل ما تحط لهش حاجة خليها زي ما هيه play او ايت او drink او هاف او اي فعل تاني في المصدر وزي متلك المصدر فعل بدون اضافة خلاص كده فاضل ايه من الدمائر ديت عندنا هي او شي او ات وحفظها قاعدة عامة ان هي او شي او ات اخوات في كل حاجة دايما فعلهم دايما زي بعض واسم مفرد يعني اسم مفرد يعني احمد وعلي ونفيسة وخديجة وبرعي واي اسم ده ايه اسم ايه اسم مفرد طيب plays بحط معا ايه الفعل ايه اس او ايت او او اي فعل بحطه في اخر ايه في اخر اس فهمت كده يبقى الحتة لنا بقولها هنا ايه او اصدر ان الفعل في المضارع بقى دايما بيعبر عن عادات حاجات متكررة او حقائق الفعل بحط له ايه اس او ما بحطش اس امتى حط اس لما يكون هي او شي او ات او اسم مفرد حتشوف في الامثالة ديت بص كده بقول ايه I play football ماشي ده اجيب لك انا مسال I play football اهي play هي منجر اس انا بلعب كرة عادي طيب she likes rice she likes هي بتحب الرز هي مفروض الفعل اسمه like like وحب بس هطلتها اس ليه عشان هي شي احنا قلنا لو جي قبلها هي او شي او ايت حط للفعل ايه اس يعني لو هي مسلا شلت ايه من هنا حطيتها مسلا هي هتقول هي plays هي plays هتحط لها ايه هتحط لها اس طيب ازاي بقى نترجم هذه الجمل هو يشرب الشاي هو مين هو ايوه هي برافو يشرب عارفينها كمت ايه ها درينك تمام بس هل حقول هي درينك لا احنا قلنا القاعدة هي او شي او ايت حط لها اس يبقى الفعل حط له اس يقولها ايه هي درينكس ها تي برافو عليه كبه هي درينكس تي تمام طيب نحن نأكل الموز نحن نأكل الموز نحن وي برافو نأكل ايت طيب حط لها اس يا مستر لا ما حط لهاش لانها نحن ده ايه اسم جمع ما ينفعش او ضمير جمع والبانانز طبعا ايه بقولها وي ايت بانانز ماشي طيب انت ترعب تنس انت عارفينها ها اللي هي ها يو برافو يو بلاي يو بلاي ولا بلايز لا بلايز ازاي انت عبيت لا طبعا هي مش هي ولا شي ولا ايت يبقى يو بلاي ها تنس برافو احمد لديه كتاب وقلم احمد لديه يعني معاه معاه يمتلك يعني كمه يمتلك لها ايه ها او هاز احمد ياخد ها اف ولا هاز احمد كا انه هي يعني قلنا ان هو ضمير موفرد او اسمه موفرد يبقى ايه احمد ايه هاز ايوا ايه بوك آند آبان تمام كده مزبوط اداء ايه التمرين بتاعنا دلوقتي chuse drink وdrinks وdrinking ما اخذناけ drinking فشلها من دماغك الا هيا i drink أو drinks water in the morning الا بشرب مايا ف وصباح اي فالفعله coded with s وانا فوووج ايوا اول واحدة اليه i drink تمام طب هي قبل ما احل ايوا سمعتول في التالي oriented mangoes eats he eats mangoes تمام طب they have ولا has ولا had lunch in the afternoon طبعا حقولنا ايه مع they بحط اس ولا بحطش ها ايه وطبعا بحطش اس يبقى ايه they have وكمل الجملة رقم اربعة اي ولا وي ولا احمد فيها اس بيرعب ها كارد طبعا بتكلم عليه مفرد يبقى احمد برافو عليه تمام كده فهو الدرس هيبقى كده ان شاء الله والهومورك بتاعك اللي الناس اللي ما رفتت ما عملهوش وما حضروش حتى تصريح الواجب انا عملت فيديو على حل الواجب بس ما لقيتش اللي بين خمسة ستة اللي شافوه يعني ايه بيستعبطوا ولا ايه لا طبعا لو انت عامل الواجب كنت تتفرجت على الفيديو ده لكن طبعا تراك لك ما عملتش حاجة طب ايه الهومورك المهم بص كده اخده كده سكرينشوت عشان تعمله ماشي خلاص خش عالتاني رقم اتنين كمل داني رقم خمسة ايه خش عالريد والكومبليت ماشي كده ماشي كمل يا سيدي لسه فيه متستعبطش ها لوك اندرايت هبص على الجهاز الهضمي وتحاول ان انت تعمل ايه اكتب الاسم بتاعه بس ما تبصش لا انت تبس ايه تشوف كده ايه انت فاكر ولا مش فاكر عشان تعرف ايه اللي ناقص عندك ماشي طب ما حدش هيرسم حاجة مجرد بس ايه تكتب بس اسم الحاجة وانت ايه حللها اخر حاجة عندك ايه جملة ايه اقراها كده مع بابا ولا ماما ولا اخوك ولا اختك وحل بالسلامة ان شاء الله خلاص كده يا اولاد اراكم ان شاء الله في الفيديو القادم وحتى ذلك الحين اتمنى لكم وقتا ممتعا ويا سعيدا